طفل غير مؤهل الصيام لأن البنية الجسدية عنده ما زالة في طور نمو وبالتالي ما يمكنش يتحمل العتاش والجوع لساعات طويلة خصوصا من اللي تيكون نهار طويل بزاف لهذا الطفل اللي صغير بزاف أقل من ثمانية سنوات لا يجب أن نشجعوه نهائيا على الصيام مليتي يبدأ قرب سن البلوغ ابتداء من العاشرات قريبا ممكن الطفل يصوم ولكنه عدد قليل للساعات ويبدأ يزيد تدريجيا حتى يمكن يكمل النهار كله ولكن هذا شيء كامل بمراقبة من الأهل فالطفل مجرد ما يحس مثلا بالعتاش أو الجوع أو الضخة فلا يجب أن نفرضه عليه يكمل النهار خصوصا ديك ساعة يفرق الصيام ويجب أن نراعي والتغذية ديال الطفل فضروري ما يفقد سحر بطبيعة الحال وفي الفطور نعوده للماء والبروتينات والسكريات وكل العناصر اللي محتاجها في النمو دياله باش ما يكونش هدا فيا للصيام فيا تأثير سلبي على الصحة ديال